شاهد المدرب الموريطاني يخرج بتصريح قوي شاهد ماذا قال بعد نهاية المباراة التي انتهت بتعادل منتخب موريطاني مع المنتخب المغربي القوي في المباراة الودية أدلأ المدرب الموريطاني بتصريح قوي أكد فيه أن الأداء الذي قدمه فارقه يعكس التطور الكبير الذي حققه على مدار الفترة الأخيرة وأشد المدرب بروح الفارقة وتفانيهما في الملعب معبلا عن تيقاته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل وأضاف المدرب أن هذه المباراة الودية كانت فرصة مهمة لاختبار قوة وضعف الفارقة وتحديث المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين وأشد بالأداء الدفاع للعبين وقدرتهم على تصدي لهجومات المنتخب المغربي القوي وفي الختام شدد المدرب على أهمية العمل الجادة والتركيز في التحضيرات استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2015 وكأس العالم مشيرا إلى أن الفارقة يسعى لتحقيق النتائج الإيجابية والتحقيق أداء مميز يلق بطموحات الجماهر الموريطانية اشتركوا في القناة